بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي في الله كما وعدناكم بالفيديو السابق سنتحدث عن أهم النصائح والإرشادات لوجه مشرق ونظر طوال اليوم طبعا تحدثنا في الفيديو الأول عن أسباب نحافة الوجه وفي الفيديو الثاني تحدثنا عن طرق نفق خدود الوجه بالوصفات الطبيعية والآن رح نتحدث عن نصائح وإرشادات لوجه مشرق ونظر طوال اليوم تتلخص النصائح والإرشادات بتجنب وضع المكياج لمنح الوجه فرصة للتنفس والحرص على إزالة المكياج كاملا قبل الذهاب إلى النوم أيضا الحرص على الترطيب الدائم للخدين لمنعهما من الترهل ويوضع الكريم المرطب بعد كل استحمام وبعد غسل الوجه وفي حالة البشر الدهنية يستخدم المرطب المائي أيضا الابتعال عن التدخين وشرب الكحول لأن هذه العادات السيئة تؤدي إلى نقص مرونة البشرة وتجعلها تبدو أكثر عمرا أيضا تجنب استخدام القشة أثناء شرب العصائر التي نسميها المصاصة أو القشة أو المشروبات لأنها تسبب نحافة الخدين والحرص على وضع واقي الشمس على الوجه بانتظام لحماية البشرة من ضرر الأشعة فوق البنفسجية أيضا القيام بنفخ البالونات فهي تساعد على نفخ الخدود وإعطائها امتلاء طبيعيا أيضا الاكثار من تناول الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات مثل الماكرونة والأرز والخبز لتسمين الخدود وتحسين البشرة والاكثار من تناول الأطعمة الصحية التي تحتوي على الفيتامينات المهمة للجسم بالإضافة إلى المعادن ومضادات الأكسدة الضرورية لصحة الجسم وجعل الخدود تبدو صحية ومن الأطعمة التي تساعد على تسمين الخدود هي الشوفان والمكسرات والجبن والحليب والجزر والتفاح والأفوكادو والعسل والبذور وزيت الزيتون والدهون الصحية أيضا الحرص على إدخال الزيوت الطبيعية في النظام الغذائي كزيت الزيتون وزيت الكانولا وزيت جوز الهند فهذه الزيوت ضرورية لجعل الخدود تبدو أكثر امتلاءا وصحة كما أن استخدام زيت الأفوكادو أو زيت اللوز أو زيت الزيتون أو زيت جوز الهند لتدليك الخدين بلطف بعد عملية التقشير يساعد بشكل كبير على نفخ الخدود أيضا الاكثار من شرب الماء للحصول على خدود سمينة حيث يجب شرب 8 أكواب على الأقل يوميا يعني حوالي لترين ونتمنى للجميع دوام الصحة والطمأنينة ومثل العادة ننتظر رأيكم وتعليقكم على هذا الموضوع وإذا في أي استفسار أو سؤال أو اقتراح يمكن وضعه في تعليق أسفل الفيديو وسنجيب عليه إن شاء الله نشكركم جميعا مشتركين زوار اعتفاعلكم اثقاتكم بنا من رحب زوارنا الجدد اللي عم يشوفونا أول مرة أن أعجبتكم القناة وبتحبوا تتابعونا الضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد كما عودناكم دائما بالجديد والمفيد بإذن الله دمتم في حفظ الله ورعايته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيبنا لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله